نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالبحر الأحمر بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وعدد من المؤسسات حملة لتبرع بالدم لصالح المصابين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة واتات الحملة بالتعاون مع المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بالبحر الأحمر وفي إطار التعاون المشترك بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة الصحة وكذلك تماشيا مع دور الوطني للتحالف سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي وفي إطار دعم كافة قرارات الرئيس السيسي بخصوص دعم الأشقاء الفلسطينيين في الدفاع عن قضيتهم العادلة معنا فريق من المتطوعين الموجودين لتوعية المواطنين في الشارع بأهمية التبرع بالدم وخاصة الأهلينا في غزة في ظل الأزمة التي نعيشها دائما مؤسسة حياة كريمة موجودة بكل أشكال الدعم لأهلنا في غزة سواء دعم المواد الغزائية ومواد التامونية ومساعدات طبية نحن متوجدين بكافة طواقم المتطوعين موجودين معنا لتنظيم الحشود الخالفي بخصوص التبرع بالدم المفروض أول حاجة بنتطمن على صحة المتبرع قبل أي حاجة أولا بنسأله بناخد منه تاريخ مرضي هل عنده أمراض مزمنة أو غير مزمنة بياخد علاج لأي حاجة سبق ليه التبرع قبل كده أو لا سبق ليه عمليات جراحية أو لا ترجمة نانسي قنقر